بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الأصدقاء هم أكثر من مجرد أصدقاء دراسة الحقيقة أحببت أن أطلع معكم عليها نشرت حديثا بتاريخ 22.1.2021 قبل أيام الحقيقة هذه الدراسة قامت بها جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية تقول هذه الدراسة أن الصديق الجيد له تأثير كبير على الصحة النفسية والجسدية وعلى نظامك المناعي أيضا شيء غريب يعني أنا الحقيقة أول مرة أسمع بهذه الدراسة وأحب أن نطلع على هذه المعلومات ونتأمل ماذا قال حبيبكم عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة أيها الأحبة تقول الدراسة أن الصداقة هي شيء رائع جدا يجعل الحياة أكثر سعادة ولكن هناك يعني الدور حيوي لهذه الصداقة في حياة الفرد والمجتمع طبعا أيها الأحبة هناك فائدة للصداقة الحقيقية الحسنة أنها تساعدك على تجاوز التحديات كل إنسان لديه مصاعب في الحياة فوجود بعض الأصدقاء المخلصين بالنسبة لك يمكن أن يساعدك على تجاوز الأزمات المشاكل المصاعب إلى آخرهم طبعا أيها الأحبة هذه الدراسة وجدت أن الشخص عندما يعطي قيمة كبيرة للصداقة فهذا أمر جيد بالنسبة لصحة الإنسان يعني مثال على ذلك أيها الأحبة الإنسان لديه نظام مناعي ضد الأمراض هذا النظام يتأثر بمئات العوامل أحد العوامل التي يتأثر بها هو وجود مجموعة من الأصدقاء المخلصين من حولك طبعا أيها الأحبة هذه الدراسة تعد الأكبر من نوعها وتضم 323 ألف مشارك من 99 دولة إذن هي دراسة عالمية كبرى طبعا العلماء قاموا بجمع بيانات من مصادر متعددة حول الصحة والسعادة والمتغيرات الاقتصادية والثقافية ووجد العلماء أن أولئك الذين يستثمرون في الصداقات أن يكون لك مجموعة من الأصدقاء وتثق بهم وتستثمر في هذه الصداقات يتمتعون بصحة بدنية ونفسية أفضل يعني النظام المناعي يكون أعلى ونسبة الإحباط والاكتئاب والقلق أقل بكثير طبعا تأثير الصداقة يظهر بالدرجة الأولى عند كبر السن عند كبر السن تساعدك على العيش لفترة أطول طبعا الأعمار محددة عند الله ولكن كما قلنا يعني الله تعالى وضع لكل شيء سببا فالموت له أسباب وبالتالي مجموعة هذه الأسباب إما أن تطل العمر أو تقصره فالإنسان مثلا عندما يبر والديه يصل لرحمه هذه أسباب لطول العمر مع للم أن الأجل محدد كما قلنا ولكن هذه الأسباب الله تبارك وتعالى عندما يكتب الأجل يكتب معه الأسباب التي تؤدي لطول العمر أو لقصر العمر المهم أيها الأحبة البروفيسور ويليام تشوبك أستاذ علم النفس في جامعة ولاية ميشيغان وكبير مؤلفي هذه الدراسة يقول إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن أكثر تميزا لديهم الكثير من الموارد التي تساهم في صحة أفضل وسعادة أكبر طبعا بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم صداقات يعني الصداقة ليست عامل مهم في حياتهم ليس لها قيمة في حياتهم تكون صحتهم النفسية والجسدية أقل ومستوى السعادة الذي ينعمون به أقل يتابع هذا البروفيسور فيقول في عالم اليوم هناك شعور بأننا في أزمة صداقة بالفعل أيها الأحبة بالفعل الصديق المخلص اليوم نادرا ما تجد هذا الصديق الناس يشعرون بالوحدة ويريدون أصدقاء يكافحون من أجل ذلك ولكن هناك الخداع المصالح المادية عوامل كثيرة جدا تجعل من هذه الصداقة أمرا صعبا جدا اليوم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا مقياسا لطيفا جدا وأعطانا يعني مثال رائع جدا يعينك على تكوين الصداقة انظروا أيها الأحبة النبي دائما يوجهنا باتجاه الخير يختصر علينا التجارب المريرة يختصر المسافات عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما إنما مثل الجليس الصالح الجليس الصالح انظروا يركز على صلاح الإنسان وصدقه والتقوى لدى هذا الإنسان إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير قديما أيها الأحبة كان الحداد الذي يتعامل مع الحديد لتصنيع السيوف لتصنيع الأدوات الحديدية كان يحتاج لدرجة حرارة عالية لصهر الحديد هذه الحرارة لا يمكن الحصول عليها إلا إذا قام شخص بالنفخ في النار ينفخ يسمى نافخ الكير تجد أن ثيابه محروقة تجد شكله يعني دخان النار وشكله كذا فهذا الشخص كان ينفخ في هذه النار شبه النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى دقة تشبيه النبوي الجليس السيء بنافخ الكير هذا إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الجليس الصالح كحامل المسك والجليس السيء كنافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا سبحان الله عندما تصادف محل عطورات اليوم يعني أو بائع مسك أقل شيء تجد ريح طيب تقول اللهم صلي على سيدنا محمد أو تشتري منه وهذا الأمر فيه خير أيضا تجد ريحا طيبا أو على الأقل يحذيك يعني يعطيك القليل وبالتالي في كل الحالات أنت المستفيد في كل الحالات أنت المستفيد هذا هو الجليس الصالح الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص عليه والبحث عنه لا أن نبحث عن الجليس الذي لديه مال أو يستطيع أن يضحكنا أو لديه قدرة على التهريج والسرد النكت وغير ذلك لا لا أيها الأحبة الجليس الصالح والجليس التقي أحرص على هذا النوع من الأصدقاء طيب يتابع النبي عليه الصلاة والسلام ونافخ الكير يقول لنا النبي ونافخ الكير هذا الذي ينفخ في النار إما أن يحرق ثيابك يعني لابد أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة يعني عندما تقترب من هذا الرجل الذي ينفخ الكير أو ينفخ في النار إما أن تأتيك الشرارة فتحرق ثيابك أو جلدك أو على الأقل تجد ريح خبيث هذا هو الجليس السيء أيها الأحبة لذلك أحبتي في الله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أمرنا أن نحرص على هذا الجليس الصالح لماذا أمرنا أن نطور علاقاتنا حتى أن الإسلام كله قائم على نظام الجماعة صلاة الجماعة بر الوالدين صلة الرحم كل هذا فيه يعني علاقات طيبة الإسلام يأمرنا أن نبني الكثير من العلاقات الطيبة لأن الإسلام طيب وبالتالي أيها الأحبة أنا أعتبر هذا الحديث بالفعل من أحاديث الإعجاز العلمي لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا أن نتخذ من الأغنياء مثلا طبعا هناك أغنياء وأتقياء ولكن النبي ركز على الجليس الصالح بغض النظر عن المستوى المادي أو المستوى الاجتماعي أو غير ذلك ركز على الجليس الصالح وقال إن هذا الجليس يشبه حامل المسك في كل الحالات أنت المستفيد والجليس السيء مثل نافخ الكير في كل الحالات أنت المتضرر والله أيها الأحبة أنا لا أملك إلا أن أقول كما قال الله عز وجل عندما مدح هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته